وأنا في الحقيقة لا أريد أن أطيل عليكم وكنت أريد أن أذكر لكم آداب العالم والمتعلم التي استنبطها المفسرون من قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح الذي وردت السنة بذكر اسمه وهو الخضر يقال الخضر ويقال الخضر وجهين والناس يقولون الخضر أو ما شابه ذلك من الاستعمال يقال الخضر ويقال الخضر هناك وجهان انظروا إلى هذه القصة فيها آداب المعلم والمتعلم موسى عليه السلام كما جاء في الأثر أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن هناك في الوجود من هو أعلم منك ويعرف أشياء لا تعرفها من هو أعلم منه بغير التوراة لا شك في ذلك ولا ريب فإن الوحي الذي أنزل عليه لا يوجد في الوجود من هو أعلم به منه موسى عليه السلام نبي عظيم القدر جليل المنزلة ترك قومه ترك قومه بعد أن أوحى الله تبارك وتعالى إليه وقال ما تقرؤون في القرآن لا أبرح لأن الله تبارك وتعالى أوحى إليه بأنه يجد ذلك الرجل عند مجمع البحرين وذكر الله تبارك وتعالى له علامة وهي أن الحوت الذي كان مشويا يحيى ويسير حتى يتخذ طريقه في البحر فقال موسى عليه السلام لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وهذا هو الطلب العلم يطلب يجب على الإنسان أن يطلب وهي التي يسميها العلماء بالرحلة في طلب العلم وإذ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهم سبحان الله تحققت العلام فاتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوز قال لفتاه جاوز موضع العلام قال لفأنظروا إلى إصرار موسى عليه السلام على طلب العلم أي من هذا الذي عنده علم موسى عليه السلام من هذا الذي عنده علم موسى عليه السلام ومع ذلك يسير في طلب العلم عندما علمه الله تبارك وتعالى أن هناك من هو أعلم منه بغير التورى العلم لا يقف عند حد ولذلك يقول الشيخ خلفاد بن جميل رحمه الله من ظن أن قد حوا في العلم منزلة فالميم والنون زال إذا أزلنا الميم والنون من كلمة منزلة صارت زلة من ظن أن قد حوا في العلم منزلة فالميم والنون زالة قد حوا زللة الذي يظن أنه علم فقد جهل لأن العلم لا يقف عند حد ولو كان العلم يقف عند حد لما قال الله لنبيه وقل رب زدني علما وما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من شيء واحد وهو العلم وقل رب زدني علما موسى عليه السلام الإصرار على طلب العلم وعدم الوقوف عند حد من الحدود حتى يلقى الإنسان ربه تبارك وتعالى كم من الأجور وكم من الحسنات وكم من السيئات تكفر له وهو يطلب العلم فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبه تنبه الفتى أخذ يفتش عن الغداء الذي كان حوتا مشويا والحوت يطلق في اللغة على السمك مطلقا كان صغيرا أو كبيرا لا كما هو العرف عندنا فإن هذه الكلمة في العرف تستعمل في الكبير من السمك الأصل في الحوت أنه يطلق على السمك صغيرا أو كبيرا أخذ يفتش لم يجد إذن تحققت العلام قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا جاوز قال ذلك ما كنا نبغ فارتد رجع مرة أخرى على آثارهما قصصا يقصان آثارهما ليلقى موسى عليه السلام العبد الصلاة انظروا انظروا إلى الجد والاجتهاد في الطلب وفي البحث عن المعلم وفي البحث عن المعلم قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا هذه صفات يرجو المعلم أن تكون فيه يرجو المعلم أن تكون فيه وينبغي له بل يجب عليه أن يتحلى بها لإنسان يسعى ولكن لا يزكي نفسه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لكن الذي يتصدر لهذا الأمر ينبغي أن يحرص غاية الحرص على أن تكون هذه الصفات فيه وجد عبدا من عبادنا مخلص العبودية للعبد يقف عند أمر الله ونهيه لا يجاوز أمر الله ولا يجاوز نهيه فإذا وقع شيء منه من التجاوز تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى فإن باب التوبة مفتوح عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى انظروا أين موسى عليه السلام الشديد الذي قام إلى ذلك الرجل فوكزه فقضى عليه وأين موسى عليه السلام الذي كان يقف عند فرعون بين يدي فرعون فيزلزله بتلك الكلمات جعل نفسه صغيرا أمام ذلك المعلم فخاطبه بتلك الكلمات اللطيفة التي تفوح احتراما وتقديرا وإجلالا للمعلم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هكذا ينبغي أن يكون الطالب وما الواجب على المعلم الواجب على المعلم أن يذكر له ما يكون للطالب وما يكون منه وما يطلب عليه أنتم عندما تأتون هنا يقال لكم تبقى ولا ترجع إلى بيتك إلا كذا وكذا ولا يسمح لك باستعمال كذا وفي الوقت كذا تفعل كذا وفي الوقت كذا تفعل كذا هذه أشياء لا بد أن يذكر حتى يكون المتعلم على بصيرة هذا عقل فإما أن يقبل وإما أن لا يقبل ولذلك العبد الصالح بيّن لموسى عليه السلام قال إنك لن تستطيع معي صبرا لأن العلم الذي جاء يطلبه موسى عليه السلام ليس علما عاديا إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا العلماء يقولون هذه مسائل من مكنونات العلم التي تبذل للطالب بعد أن يصل إلى درجة عليا من الطلم ولذلك في المناظرة التي جرت بين أبي العباس أيوب بن العباس رضي الله عنه في خبر النفر الذين طلبهم الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم في تلك المناظرة التي كانت بين أبي العباس وبين رجل كان من المعتزلة أخذ يتناظران وبدأ بمناظرة يفهمها الحاضرون ثم ارتفع إلى درجة صار يفهمها طلاب العلم ثم ارتفع إلى درجة صار يفهمها القلة القليلة من الحاضرين وتعرفون أيضا قصة قصة الإمام محمد بن بحبوب رضوان الله عليه تعرفون قصته أيضا مع صاحب المدونة وهو أبو غانم رضوان الله عليه قصة من هذا الباب لا نطيل بذكرها فعلى كل حال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة انظروا إلى استعداد الطالب وإلى قال ستجدني إن شاء الله صابر مستعد ولا أعصي لك أمرا ولا أعصي لك أمرا احفظ احفظ اقرأ اقرأ تعلم كذا اتعلم افعل كذا افعل ولا أعصي قال فإن اتبعتني الشر فلا تسألني عن شيء انظروا إلى هذا التشار فهذا العقد عقد كباقي العقود ينبغي أن يكون واضحا تمام الوضوح قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى هذا الشر فانطلق حتى إذا ركب في السفيدة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امراء هل التزم الشر لا نسي لأن الأمر كان فوق التصور وأي إنسان يكون في مكان موسى عليه السلام لا يملك إلا أن يتصرف ذلك التصرف ولكن عندما ذكره بشرطه قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا بادر موسى عليه السلام إلى الاعتذار وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم الخطأ واقع والواجب على طالب العلم أن يبادر إلى الاعتذار قال لا تآخذني بما نسيت انظروا إلى اللطف هذا موسى عليه السلام ولا ترهقني من أمري عسرا فامطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله وأدبه هنا على كلمة غلام قد يظن كثير من الناس بأن المراد بالغلام الصبي الذي يكون صغير السن لا هذا غلام معناه رجل كبير قد بلغ حد التكليف وجاوزه ولذلك عندما دخلت ليلة الأخيالية على الحجاج بن يوسف وقد كانت كبيرة السن عجوزا ومدحت ماذا قالت للحجاج إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال الذي بها غلام غلام إذا هز القناة رواها وهذا الذي يسمى بالتدوير في البديع قالت غلام فهل كان الحجاج بن يوسف صبيا عندما دخلت عليه ومدحت فهذا المذكور هنا ليس صبيا وكان مفسدا في الأرض فانطلق حتى إذا وجد غلاما فقتل لقيا غلاما فقتل قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس وفي قراءة زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا إذن خالف الشرط مرة أخرى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا موسى عليه السلام قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ولو اعتذر لقبل عذره ولو إلى مئة مرة ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يعلمنا هذه الأشياء الثلاث إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعم أهلها طلب الطعام حقهما ضيافة واجبة الضيافة واجبة وقد نصد على ذلك علماؤنا وأنتم تدرسون تلقين الصبيان وقد ذكر الإمام نور الدير رضوان الله عليه هذا الأمر في الحقوق في تلقين الصبيان يمكنكم أن ترجعوا إليه وتراجعوا الضيافة واجبة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام جائزته يوم وليلة يوم وليلة يحضر له من الطعام ما لا يؤكل عادة في البيت إن كان موجودا وبعد ذلك يكون حاله في باقي الأيام الثلاثة من حال غيره من أهل البيت فإن انقضت الأيام الثلاثة كان بقاؤه صدق وليس من باب الواي استطعم أهلها الحق ولذلك طبعا هذا أمر لا يكون لكن هذه المسألة وقعت وكما قلت لكم لا أطيل بذكر الأخبار وقعت هذه القصة لو دخل الإنسان مكانا فلم يضيفه أهل ذلك المكان ورفع أمره إلى القاضي حكم له القاضي وقد وقع ذلك في أيام الإمام الخليلي رضوان الله عنه لأنه حق الدين لإنسان أرأيتم إن كان للإنسان دين أليس له أن يطالب بحقه عند القاضي بلا له ذلك هذا حق استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهم وقد اختلف المفسرون في هذه المنطقة أو في هذه القرية وذكر بعضهم أنا لا أريد أن أذكر أسماء بأن هذه القرية باقية على حالها من ذلك الوقت إلى يومنا هذا فهم أهل بخل أهل بخل سبحان الله هذه مسألة البخل قد تكون صفة يذكر الجاحظ في كتاب الحيوان بأن رجلا لقي صبيا في يده ليمونة من قرية كان أهلها بخلاء فقال له أعطني الليمونة فقال له لا تسعها يدك صفات تنتقل قال له لا تسعها يدك هذا الكلام ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان الذي هو أربعة أجزاء على كل حال استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال أي موسى لو شئت لاتخذت عليه أجر هذا ما يستحق حد يسوي لهم شيء من غير مقابل كان عليك أن تأخذ عليهم أجر على إقامة هذا القدار قال هذا فراق بيني وبينك موسى عليه السلام هو الذي اشترط على نفس إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصع هذا فراق بيني وبينك سأنبئك ويجب على المدرس أيضا ألا يجعل طالبه يذهب من غير أن يجيبه على ما أشكل عليه أو على سؤال كان قد أخر جوابه هذه أيضا من حقوق المتعلم ويأخذ من هذه القصة ومن هذه الآيات ولذلك الخضر عليه السلام أو العبد الصالح ما ترك موسى عليه السلام يذهب حتى بين له فلما بين له وضح الأمر لموسى عليه السلام ولم يعترق ووضح أيضا لمن يقرأ هذه الآيات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بعد أن علمنا الأسباب التي حملته على فعل ما فعل انتهى الأمر وانتهى الإشكال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وذكر أيضا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا الثروة هي الصلاح وكان أبوهما صالح قال بعض المهسرين إنه الجد السابع الصلاح الصلاح هي الثروة التي يجب على كل أب أن يورثها أولاده ذكورهم وإناثهم وكان أبوهما صالحا وبسبب ذلك الصلاح سخر الله تبارك وتعالى من يقيم ذلك القدار ويحفظ لهما ذلك الكنز الذي كان موجودا تحت القدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وقاف عند أمر الله ونهي ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا فهذه بعض الأشياء التي يمكن أن تؤخذ فيما يتعلق بآداب المعلم والمتعلم من هذه القصة العظيمة وهي قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح